بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين يسأل سائل عن حكم أغذ مسحة كورونا في نهار رمضان نقول وبالله التوفيق أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عننا الوباء والبلاء إنه لي ذلك والقدر عليه ثانيا إن الحكم عشي فر عن تصوره فلما كانت مسحة كورونا عبارة عن قطنة أو ما شابها تدخل عن طريق الأنف ثم تخرج حتى وإن كانت من منفذ معتاد إلا أنها لا تصل إلى الجوف لأن السادة المالكية من شروط فساد الصوم أن يصل الشيء إلى الجوف وزاد الحنفية شرطا آخر مع استقراره في الجوف وبناء عليه لما كانت تلك القطنة أو ما شابها لا تصل إلى الجوف ولا تستقر فيه فبناء عليه لا تفسد الصوم هذا والله أعلم ترجمة نانسي قنقر